مقلس الوزراء السيدة الروسباخ السيدة الوزراء المحافظين صباح الخير اليوم هو يوم المدن العالمي الذكرى الحادي عشر والتقي بكم في هذه المدينة الساحلية الجميلة الأسكندرية لنتشارك معاً الاحتفال العالمي باليوم العالمي نتناقش كيفية تعزيز التنمية مستدامة للمدن العالمي وممثلة للحكومة الصينية أود أن أعرف عن تهانين الحرة على أنعقاد هذا الاحتفال منذ إنشاء اليوم العالمي للمدن ظل يركز على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للمدن العالمي ويهدف لخلق نمط تنمية شامل ومتوازن منصق ومتسامح متعاون ومزدهر للجميع على مدار أكثر من عشر سنوات توسع تأثير اليوم العالمي للمدن بشكل محلحوظ وزاد دوره بشكل بارس حتى أصبح منصة مهمة للدول لتبادل الخبرات وخلق مستقل أخرى مما عزز التعاون بين البلدان في جميع الحالة تم اختار هذا الاحتفال في مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط واليوم قام معالي رئيس الوزراء بزيارة الاحتفال شخصيا وهو ما يعكس تمام الأهمية الكبيرة من الحكومة المصرية ودعمها القوي لقضية التنمية المستوى للمدن العالمية وهنا أعبر عن احترامي العميق لبرنامج الأمم المتحدة المستوطنة والحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية على كل جهدهم الرائع في استضافة هذا الاحتفال السيدات والسادة الأصدقاء العزاء أن الشباب هم أمام المستقبل المدن ويحملون على عواطقهم أمال البشرية يقوم الاحتفال لهذا العام تحت عنوان الشباب صنع تغيير مناخ من أجل الاستدامة الحضرية ويهدف إلى تحفيز الطاقة والحيوية والإبداع لدى الشباب للتصدي للتحيات الناجمة عن تغيير مناخ ولبناء المدن أكثر ملاءمة وأكثر زكاء وأمانا وجمالا أن الحكومة الصينية تحتم دائما بشؤون الشباب واحتياجاتهم مثل الإسكان والتوظيف والرياضة والتفاعل الإجتماعي وهي تلتزم بتعزيز بناء المساكن بأسعار معقولة وتوفيرها وتنفيذ تجديد المدن وإنشاء مساحات للتواصل وزيادة المرافق الرياضية ودعم منصات رياضة الأعمال لتمكين الشباب من تحقيق حياة أفضل كما تركز الحكومة الصينية على إطلاق العنان للشباب وتشجيعهم على المشاركة في أعمال استعادة النظمة البيئية الحضرية وبناء مدن أسفنجية ومشاريع الأمان للبنية التحتية الحضرية لمواجهة تحديات التنمية الحضرية الأمر الذي يجعل المدن جميلة ويعيش فيها الناس في انسجام مع بعضهم البعض وفي السادس والعشر من أكتوبر استضافت الصين الاحتفال الصيني باليوم العالمي للمدن في مدينة ويهاي وهي أيضا مدينة سحلية جميلة وقد دعوت هناك جميع الأطراف إلى العمل المشترك في بناء مدن ملاءمة للعيش مدن مرنة مدن زكية خضراء ثقافية وحيوية السيدات والسادة والأصدقاء العزاء في عام 2020 أنشأ برنامج لؤمن المتحدة المستوطنة البشرية أنشأ برنامج لؤمن المتحدة المستوطنة البشرية الجائزة العالمية المدن المستدامة جائزة تشانهاي في الجائزة الأولى حصلت خمسة مدن بما فيها بريزبان في استراليا وفوتشو في الصين وكمبالا في اوغندا وجورجيتون في بيانغ ماليزيا وسلبادور في البرازيل على هذه الجائزة وقدمت لنا أمثلة رائدة في التنمية المستدامة للمدن واليوم في حفل توزيع الجوائز في الجلسة الثانية سنلتقي بخمسة مدن جديدة على هذه الجائزة السيدات والسادة الأصدقاء العزاء لقد كان العقد الأول من اليوم العالمي للمدن عقدا مسمرا للغاية ونحن نؤمن أنه في العقود القادمة سيكون اليوم العالمي للمدن دورا كبيرا في تعزيز التنمية المستهرة المستمرة للمدن العالمية نحن على استعداد للعمل مع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم للمشاركة في مبادرة التنمية العالمية وتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والأجندة الحضرية الجديدة وتحسين جودة البناء الحضري وزيادة جفاءة إدارة المدن وتعزيز حيوية التنمية الحضرية والعمل المشترك وأخيرا أتمنى لهذا الاحتفال النجاح البهيران شكرا لكم جميعا شكرا لكم